خلاصة ما تقدم أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن نرتب أثرا عمليا يأتي منسجما مع صدقنا مع أنفسنا هذا هو الذي سيفتح لنا بوابة الصدق مع إمام زماننا وقطعا لا يكون هذا إلا بتوفيقه صلوات الله وسلامه عليه لكن القضية هنا حينما نريد أن نرتب أثرا عمليا يأتي منسجما مع صدقنا مع أنفسنا إننا بحاجة إلى قومة إلى نهضة في داخل نفوسنا أتحدث عن ثورة داخلية عن ثورة وجدانية عن ثورة نفسية عن موقف إبراهيمي في تحطيم الأصنام الداخلية عندنا هذه الثورة لها بيانات سأشير إلى أهم بيانات هذه الثورة أتحدث عن الثورة الداخلية في نفوسنا وفي قلوبنا البيان الأول أقرأ عليكم من مختصر البصائر للحسن بن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري الكتاب الأصل لسعدن الأشعري بصائر الدرجات لسعدن بن عبد الله الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه وهذا مختصره للحسن بن سليمان الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 231 رقم الحديث 236 بسنده عن الفضيل بن يسار قال دخلت على أبي عبد الله الفضيل يقول دخلت على أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه أنا ومحمد ابن مسلم شخصيتان معروفتان من أصحاب إمامنا الصادق الفضيل يقول دخلت أنا ومحمد ابن مسلم على إمامنا الصادق صلوات الله عليه فقلنا ما لنا وللنا فليشرق الناس وليغرب ما لنا وله هذا هو الذي يريده إمام زماننا لا نعبأ بالناس ما لنا وللنا بكم والله نأتم يخاطبون الإمام الصادق بكم والله نأتم ما لنا وللناس إذا عرفنا طريقنا الصحيح ما لنا وللطوسيين فليذهب إلى الجعيم ما لنا وللناس بكم والله نأتم وعنكم نأخذ ولكم والله نسلم ومن توليتم والله تولينا ومن برئتم منه برئنا منه ومن كففتم عنه كففنا عنه نوالي من توالوا نتبرأ ممن تتبرؤون منه والذين والذين لا تظهرون الولاية والبراءة بخصوصه نحن كذلك نفعل كما أنتم تفعلون كما أنتم تريدون ومن ومن توليتم والله تولينا ومن برئتم منه برئنا منه ومن كففتم عنه كففنا عنه فرفع أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه فرفع يده إلى السماء فقال والله هذا هو الحق المبين علينا أن نصدق مع أنفسنا وأن نعيش في حد التقصير في حد التقصير في خدمة إمام زماننا وأن نرتب الأثر العملية على صدقنا مع أنفسنا نحن بحاجة إلى ثورة وهذه بيانات الثورة هذا هو البيان الأول أن تكون القلوب هكذا وأن يترتب الأثر العملي عليه ما لناه للناس هذا هو الأثر العملي ألا نجد للناس من قيمة في قلوبنا ونفوسنا حينما نتحدث عن إمام زماننا من هؤلاء أتحدث عن الطوسيين وأشباههم عن مراجعهم عن زعمائهم عن قادتهم من هؤلاء ما قيمته ما لنا وللناس هم أحرار فيما يدينون ونحن أحرار بديننا لهم دينهم ولنا ديننا ما لنا وللناس بكم والله نأتن وعنكم نأخذ ولكم والله نسلم ومن توليتم والله تولينا ومن برئتم منه برئنا منه ومن كففتم عنه كففنا عنه الصادق يقول والله هذا هو الحق المبين الميزان هم وليس المراجع أتحدث عن مراجع سقيفة بني طوس الميزان هم صلوات الله عليهم لا أن يأتي السستاني مثلا ويقوم بوضع ميزان لنا من أن النواصف أنفسنا فليذهب هو وميزانه إلى الجعيم هذا هو ميزاننا ما نناول للناس ما نناول السستاني والخوعي ومحمد باقر الصدر والطوسي وغيرهم ما نناول لهؤلاء بكم والله نأتم سادة آل محمد وعنكم نأخذ ولكم والله نسلم ومن توليتم والله تولينا ومن برئتم من برئنا من ومن كففتم عن كففنا عن هذا هو البيان الأول من بيانات ثورتنا الوجدانية ثورتنا القلبية ما لنا وللناس البيان الثاني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنها الخطبة السابعة والأربعون بعد المئة ومر علينا هذا في العديد من البرامج أمير المؤمنين يقول لنا واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرف الذي تركه هذا الرشد الذي تحدث عنه البيان الأول والذي قال عنه إمامنا الصادق من أنه هو الحق المبين لن نعرفه حتى نعرف الذي تركه حتى نعرف الأشخاص ونعرف ماذا فعلوا والإمام هنا استعمل لن التي هي للنفي التأبيدي يعني أننا لن نعرف الرشد أبدا حتى نعرف الذين تركوا نعرف أشخاصهم معرفة تفصيلية حتى نعرف ماذا فعلوا واعلموا أنكم لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه إذا كنتم تبحثون عن دين محمد وآل محمد لن تعرف حتى تعرف الطوسيين الذين تركوا هذه هي الحقيقة وعليكم أن تعرفوا هذا لن تعرف دين محمد وآل محمد حتى تعرف الطوسيين الذين تركوا هذا الدين واعلموا أنكم لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه كلمات الإمام واضحة لن تعرف الرشد الذي هو الدين ما قال حتى تعرف الغي وإنما قال حتى تعرف الغاوين الذين الذين ارتكبوا الغي وكانوا على غي وعلموا أنكم لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب ما قال حتى تعرف نواقضه وإنما قال حتى تعرف الذي نقض الأشخاص حتى تعرف الأشخاص وماذا فعل لابد أن تعرف ماذا فعل ولن تمسك به لن تتمسك بالكتاب حتى تعرف الذي نبذ ولذا فإن برامج قناة القمر بنيت على هذا المنهج أحاديثي ومحاضراتي ومجالسي ودروسي وندواتي بنيت على هذا المنهج الإمام ينفي نفيا تأبيديا مؤبدا لن تدرك الدين حتى تعرف الذين تركوا تعرف الأشخاص حتى تعرف حتى تعرف الأشخاص وماذا فعلوا واعلموا أنكم لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه ولن تأخذ بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقضه ولن تمسك به حتى تعرف الذي نبذ أعتقد أن الصورة صارت واضحة وجلية جدا البيان الثالث وهو الأهم الآية الآية المئتان بعد البسملة من سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا صبروا صبروا على دينكم صبروا على الرشد وصابروا صابروا الذين تركوا الرشد وخالفوا ورابطوا رابطوا إمامكم هذا ما هو تأويل هذا تأويلهم وتفسيرهم لقرآنهم في رواياتهم وأحاديثهم واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه التقوى هي التي جاءت في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئة من سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين أي تكونون صادقين معهم فإذا كنتم صادقين معهم كانوا صادقين معكم هذا هو معنى الكون مع الصادقين أن نكون صادقين معهم كي يكونوا صادقين معنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذه التقوى هي هي التي تتحدث عنها آخر آية من سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمامكم واتقوا الله لعلكم تفلحون جاءت التقوى بعد المرابطة مع إمام زماننا إنه الكون معه الكون مع الصادقين حددتكم في برنامج سابق من أن إدراك الظهور أمنية وليس هدفا الهدف الكون مع إمام زماننا هو هذا الذي أحاول أن أشرحه وأن أبينه لكم في هذه الحلقة إدراك الظهور أمنية ليس هدفا وليس مهما بالقياس إلى الهدف أدركنا الظهور أم لم ندرك الظهور فهذا أمر ليس مهما بالقياس إلى الهدف إذا بلغنا هدفنا إذا بلغنا هدفنا فليس مهما أدركنا الظهور أم لم ندرك الظهور الهدف الكون مع إمام زماننا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَا وَكُونُوا مع الصادقين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صبروا وصابروا ورابطوا واتَّقوا اللَّهَا المرابطة مع إمام زماننا الكون مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه قطعا المرابطة تحتاج إلى صدق أن نكون صادقين مع إمام زماننا أكان ذلك في زمان الغيبة أم كان ذلك في زمان الحضور ونحن نتحدث الآن عن زمان الغيبة علينا أن نكون صادقين ونحن نرابط مع إمام زماننا لن نكون صادقين معه حتى نكون صادقين مع أنفسنا وصدقنا مع أنفسنا لا نفع فيه إن لم نرتب عليه أثرا عمليا في حياتنا والبداية من ثورة وجدانية في قلوبنا من ثورة وجدانية في ضمائرنا أن نشخص المسار الصحيح وأن نمتلك الهمة العالية كي نتمسك بالمسار الصحيح وأن لا نعبأ بالآخرين مثلما الآخرون عندهم اهتماماتهم نحن عندنا اهتماماتنا لهم دينهم ولنا ديننا هذه مقدمة لحلقات مهمة جدا تأتينا اهتباعا في هذا البرنامج مثلما قلت في المقدمة من أنه حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين هذه زبدة قول لكم إنني أخاطب أبنائي وبناتي وأخوتي وأخواتي من شيعة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه نلتقي غدا في رحاب قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أسألكم الدعاء أسألكم الدعاء